تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينا من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35 إلى 39 سنة بتهمة المتجرة الغير شرعية بالمؤثرات العقلية حيثيات القضية الأولى تعود إلى قيام الفصيل الثاني للأمن وتدخل الرقم الثنين بالدورية عبر إقليم بلدية عين سمارة أين لفت انتباهنا سيارة سياحية على متنها شخص واحد القضية الثانية فتتمثل في تفكيك جمع إجرامية تعود وقاعها إلى قيامنا بنقطة مراقبة على مستوى إقليم نفس البلدية أين تم توقيف سيارة سياحية على متنها 5 أشخاص بعد تفتيشها عثرنا بالمقادة الخلفية لها على حقيبة الظهر بها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة 4500 قرص مهلوس من نوع بريقابالين مبلغ مالي قدره 62 مليون سنطين هواتف نقالة بالإضافة إلى سيارتين سياحيتين